اليوم راح أقيم دعاوة أخرى لعداني بسببها هماتينا وقلت من البرمان شنو الدعاوة راح أقيمها؟ حقوق دعاوة ما للتزوير تزوير؟ أريد هين وريد أوليات هين هاي اللي 15 سنة والعشر سنين أريد أريد حقي كامل وعني عن هدد شعبي أنه ما تنازل أريد حقي غير منقوص اليوم المحكمة كان إلها قرار ورأي بأنه ليس ما يرجع ماكو مشكلة على عين وعن راس أحترم قرار شنو السبب اللي خل ليس ما يرجع من المسبب في إبعاد ليس من البرمان وهو الأول على بغداد في الأصوات في هذا المكون ليش شنو الجريمة اللي ارتكبها ليس لأنه صوت حر وغيور على بلده وشعبه ومحافظته يحارب الرئيس برلمان مستغل لصلته واليوم أنت أثبتت فيه المحكمة الاتحادية أنه هذا الرجل هايا صفاته وعلى أساسها أقلت منه أو أنهيت عضويته وحلت ملفات أخرى إلى التحقيق لذلك عندي حقوق أيضا رح أتابعها آخذها كاملة وأيضا من خلال القضاء ثم الإجراءات اللي اتخذت الحلبوسي المستشارين اللي عينهم ونزلهم مرشحين شكو مستشار نزل مرشحة لينفتح تحقيق بيه من قبر نائب الأول لرئيس البرلمان اللي حاليا هو رئيس البرلمان أريد نفتهم أكو خمسين موظف في مجلس النواب وهميين راح نقدمها لهم أيضا أكو ملفات كثيرة كانت إذا تفتحها هو يجاوبك هو الخصم الحكام إذا تقدم طلب الطلب هو نفسه يجاوب نفسه فلذلك سكتنا كل هاي الفترة ننتظر إقالته حتى ننطع البلاوي اللي بمكتبه البلاوي اللي في هاي المؤسسة والفساد اللي فيه قبة البرلمان شلون البرلمان يحاسب مؤسسات الدولة إذا الفساد به لذلك نحتاج محاسبة مدير مكتبه محمد نوري ومحاسبة الإدارة في هذا المكتب ومحاسبة الدوائر المرتبطة بيهم وريد أن نفتهم أموال البرلمان وين راحت وشلون راحت والموظفين إش قد عددهم وإش قد يستلمون راتب وإش قد عدهم محميين وريد نفتهم إش قد كلفو وإش قد نسبو من الوزارات وإش قد أخذو على كل واحد حتى جابوه كارثة عندك بيها دلائل عندك بيها أوراق عندك بيها مايودين أدلنا موجودة ونحكي بصوت عالي أنا تتمنى كنا أكمل مشواري نعم بصفة بس يسولفنا عنك بس النقاط مهمة بالآخرين إن شاء الله البركة بيهم ملفاتنا جاهزة ورئيس البرلمان الحال السيد محسن المندلاء وموجود وراح أقدم له كل الوثائق اللي حاسب بيها مدير مكتب الحق واسم حمد نوري والآخرين ثم موضوع آخر مهم وهو اليوم قد ما تمنى ليه الدليمي هذا الموضوع وطناشدت أغلب نواب البرلمان حدي عتب عليهم أغلب نواب البرلمان أدوق عليهم بعضهم يقول لي والله ما شا سو الكتلة نقول لهم عمي مثل ما أحنا أعلننا مواجهة علنية على رئيس تحالف سني فعلى الأخوة الآخرين إذا شافوا خطأ وإذا شافوا أسر لقرارهم الوطني أي شي ضمن الحزب نحترمه على العين وعالرأس